نوفي القمم تلتاؤ ألحا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و أفضل الصلاة و أتم التسليم على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين حياكم الله متابعين الكرام و هذه الانطلاقة و مجلس مبارك من مجالسنا مجالس من نور و الترحيب لضيفي فضلة شيخ فهد علي الشطي الإمام الخطيب في وزارة أوقاف و أشهر الإسلامية يا حيك المصح الله حيك يبجي ساعة المباركة و أنا ساعة كبرك و أشكر للبرنامج هذا و القائمين عليه الله يزاك خير و المقدم و كل الطاقة من المبارك الله يبارك فيك حقيقة بعد انقضاء هذا الشهر العظيم المبارك نسأل الله عز وجل لنا و لكم القبول يا رب آمين يا رب و الاستمرار حبينا أن نأخذ حلقة بعنوان ماذا بعد رمضان ما هي العبادات ما هي الأصول ما هي القواعد ما هي السنن ما هي المستحبات التي ينطلق فيها المسلم بعد مروره بهذه الدورة التدريبية إن صحة تسمية بعد تلك العلاقة المتميزة مع مولاه أتوقع هذا محور حديثنا و لكن بعد هذا الفاصل إذا تسمح لنا فاصل متابعين الكرام و نعود لكم بعد ذلك فكونوا معنا سأمضي طريقي و لن أنثني و لو هبتي الريح لن أنحني سأمضي طريقي و لن أنثني حياة كلا عزيزي المشاهد في فقرة يديدة من فقرات برنامجنا و نتكلم على حتمية أساسية من حتميات الحياة اللي هي إحنا لازم و قصب علينا و هذا شيء ما راح يتوقف طول حياتك و طول حياتنا كلنا نحن البشر إننا راح نغلط و راح نقع في أخطاء و راح يكون فيه أشياء سيئة نسوي في حياتنا السؤال المهم إن أنا شلون أتعلم من أخطائي مو شون ما غلط لأن فكرة شون ما غلط ترى فكرة أو تساؤل غلط ما يصير لا يمكن أنك أنت مات غلط قصب عليك مو بكيفك لا توقع ولا تحلم ولا تسعى أنك أنت مات غلط فأنت غصب عليك مو أنت بروحك أنت و أنا و كل البشر اللي تشوفهم حواليك إحنا كلنا راح نغلط الله ما خلق آدم خلها أول شي سوي بعد ما تحرك آدم شنو كلام لشراء فغلط و كلنا نغلط لأن هذا جزء من سماتنا البشرية الشيء المهم لأن شون أتعلم من الخطأ اللي أنا سويته هل أستفيد منه ولا أستمره كررة وكررة 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 الانتباه هو الشيء اللي خليني أنا أنا أوقف السلسلة اللي أقع فيها من تكرار الأخطاء اللي ما شا في حياتي شون يعني استنتباه أنه صار الخطأ عدة لما أقعد عقوب أقيم الموقف وأشوف صار الخطأ الفلاني في الوقت الفلاني كان أنا قاعد أحلل السلسلة اللي مشى فيها هذا السلوك لما قالت الكلمة الفلانية لما حطيت في الموقف الفلاني صار هذا الشيء ففكرت بهذه الفكرة فحسيت بهذا الإحساس فسجدت بهذه الطريقة هذه السلسلة اللي أنا مريت فيها هذه الكلمات هذه الأماكن لما قاعد يكلمني الشخص أنا انسحبت من الموقف ودمجت فيه موقف آخر وبالتالي راح أبدأ ألاحظ شون الشيء أو شون المحرك أو شون المحفز أو شون الباعث حق الخطأ اللي قاعد يصير لأن أخطائنا ماتي فجأة يعني هو مو خطأ حقيقي الخاصة أتحجي على الأخطاء المتكررة يعني شونه لما يتكلم عن أحيانا مثل الشرطة لما يتحكمون أو يتكلمون معذرة عن قانون المرور في قضية عدم استخدام الهاتف ليش؟ إنه لاحظه أنه نسبة كبيرة من حوادث السيارات قاعد يصير لأنه لما يصير الحادث قاعد نشوفه أن الله فيه استخدام حق التلفون مجرد ما نزل الشخص عينه حق الشاشة أو قاعد يكتب شيء هاللحظة هذه قد تكون ثانية ثانية أو ثلاثة أو أربع ما أنتبه فأدخل بسيارة الجدامة وصار الحادث تسلسل الخطأ اللي صار خلاهم يوصلون حق قرار أنه والله نمنع استخدام التلفون أنزل ليش ما أمنعه مثلا استخدام أشياء ثانية لاحظونا ما رح ضرر وبالتالي تحليل سلسلة الأشياء هو اللي وصلنا حق شون أنا ما أكرر أخطاء اللي أنا أمر فيها أرجع مرة ثانية أدرس المواقف اللي وقعت فيها في أخطاء بعض الناس هو لما يرجع يتذكر أخطاء شي يسوي هو يتذكرها صح ويلوم نفسه ويعاتب نفسه ويعصب قد يعصب على نفسه وقد يلوم وقد يعصب على أشخاص اللي يعلموا على هذا الخطأ ويدش في دواما من المشاعر والفعالات العالية اللي كلها دافعها أن أنا ما بيقع في الخطأ مرة ثانية بس ينتهي في الأمر يا شنو أنه يهدى بعد فترة ثم يعاد الموقف فيقع في نفس الخطأ ليش لأنه ينشغل في لما ذكر الموقف ينشغل في لوم للذات لوم نفسه على الخطأ اللي صار مو شنو الشي اللي وصلني حق هذا الشي كل ما فهمنا شنو التريجرز أو المثيرات راح نتعلم شنو نتحكم فيها الموضوع ما يخلص بيوم الليلة مو من أول انتباه يبيه لا تعود لأن هذا أمر داخلي كعسي داخل أدمغتنا يبيه لا وقت نصبر علينا الموضوع يستحق لأن حياتك تستحق أن تعيشها بدون أخطاء متكررة في أمان الله حياكم الله مرة أخرى متابعين الكرام والترحيب موصول أكيد ضيفنا الشيخ فهد علي الشطي حياك ألا بمسعب الله يحييك يبيه الله سلم وكل عامة بخير وتقبل الله طاعتك وتقبل أطاعتكم وعيدكم مبارك وياكم سعيدة يا رب يا رب الله يسعدك في الدنيا والآخرة كثير من الناس بعد انقطاع هذا الشهر العظيم بدأ يتساءل كيف أعلم أن الله عز وجل قد وضع علي بعض العلامات على قبول أعمالي في رمضان خاصة نشتهد صلاة وقرآن ودعاء بعضهم تبارك الله شوف الحرم متروس لآخرة لا إله إلا الله كيف يوقن أن الله استجاب له بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم مبارك نبينا محمد واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمد عبده ورسوله أولا نسأل الله جل وعلا أن يجمعنا في دار كرامته ورحمته كما جمعنا في هذا المكان المبارك وبعد هذا الشهر المبارك قضيناه في الصيام والقيام وقراءة القرآن وإفطار الصائمين وطاعة لله وتقربا وابتعادا عن الذنوب والمعاصي وإقبالا على الطاعة والخيرات فهذا الشهر أنا أسميه النهر الكبير النهر الكبير الذي سقى كل من مر عليه وكل من ارتشف منه وكل من وقف ونظر إليه مجرد النهر الكبير إذا وقفت ونظرت إليه يا أخي تنبهج وتسبح الله فهذا شهر رمضان والناس في شهر رمضان مضوا بهدوء وسكينة النفوس والصيام يضيق المجاري والعروق على الشيطان شهر تفتح فيه أبواب السماء وتفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النيران فلا يبقى منها باب إلا أغلق وتصفت فيه الشياطين نعمة وينادي مناد يا باقي الخير أقبل ويا باقي الشر أقصر يعني أترك وأقلع وتب وتجد الناس مزدحمين مقبلين على الطاعات والعبادات مزدحمين في المساجد من الرجال والنساء والصغار يتسابقون في إطعام الطعام و إفطار و إجبات الإفطار و إجبات السحور في القيام و الاعتكاف و الاستماع للقرآن و التأثر به و البكاء صحيح كل هذه عبادات تؤثر في القلوب و تجد أثرها على الجوارح فتجد الإنسان الذي كان يتكلم بالكلام البذيئ و يمسك تتغير الفاضة تتغير الفاضة صحيح سبحان الله و الإنسان العصبي السريع الغضب لا مهدي فيه سكينة و فيه ركادة و فيه هدوء بسبب هذه العبادات و هذا الشهر النظار الله أكبر من كثير من الناس حتى أهل الصالحيين و الأئمة و عفاظ القرآن بعد رمضان يصيب بوقفه فتور بسيط فتور بسيط هذا نبح عليه النبي صلى الله عليه وسلم و ذكر يوم العيد يوم العيد يوم فرحة و يوم سرور و يوم بهجة و كان عند النبي صلى الله عليه وسلم جاريتان تضربان و تغنيان فدخل عمر الخطاب رضي الله عنه قال أمزمار في بيت رسول الله استغرب فقال إن لكل قوم العيدة و إن هذا عيد عيدنا الوسلم ليعلم اليهود أن في ديننا فسحة يعني بعد العبادة في فسحة و لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ثلاثة نفر ثلاثة نفر جاءوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها اللي فيه الفتور الفسحة فقال أحدهم إني أصوم ولا أفطر و قال الثاني أقوم ولا أنام و قال الثالث لا أتزوج النساء في رواي لا أكل اللحم فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته فأخبروه الخبر فقام في المسجد قال ما باله أقوام يقول أحدهم كذا و كذا أما إني أخشاكم لله و أتقاكم لله و إني أصلي و أرقد و إني أصوم و أفطر و إني أتزوج النساء و أكل اللحم فسحة هذا الفتور هو فسحة نوع من الفسحة نوع من التلذذ بثمرات العبادة طاعة ثمرات العبادة كأن أنجز شيء كبير و شيء عظيم و الآن يفرح و يتلذذ بالعبادة فالفتور طبيعي عاد نعم و لكن هل يستمر هذا الفتور و لا لحد أنه ينقطع الفتور لن يستمر و لهذا بأت من علامات قبول قبول العبد و قبول الصيام و أنه تغير في هذا الشهر يصوم بعده ستة من شوال يستمر بالعبادات العبادة العبادة ما تنقطع يستمر نبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر كصيام الدهر مما يدل على أن عبادة هذا النسان لم تنقطع و لو بالشيء اليسير مستمرة قليل دائم خير من كثير منقطع قال ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة فذكروا من صيامها و صلاتها عابدة عابدة و قيامها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون يعني الله جل بعض الناس الله فتح عليه فالصدق يا أخي يتصدق فهذا هو اليطيقة بعض الناس يحب الصلاة يصلي كثيرا هذا اليطيقة بعض الناس يقرأ القرآن بعض الناس الذكر عندما يرغسان الذكر الله هذا هو اليطيقة فخذ من الأعمال ما تطيق أنت فإن الله لا يمل حتى تمل هذه إشارة أن هذا الدين شديد الدين شديد ولن يشاد أحد الدين إلا غلبه فأدخلوا فيه برفق فأوغلوا به برفق وبعد هذا الشهر العظيم من العبادات والطاعات والقربات لله جل وعلا يرتاح الإنسان ومعنى الراحة هو وجود اللذة والثمرة التي قدمها في رمضان يستمر لا لا يستمر ولو باليسير ولو بالقليل تستمر هالعبادة تستمر ولو باليسير بالقليل زبيدة رحمها الله اللي مشت العين الماء أي عين زبيدة عين زبيدة إلى الحجاج في مكة رأوها في المنام فقال يا زبيدة ما فعل الله بك قالت قفر الله لي قالوا بماذا بالعين قال بركعي بركعات الله كنا نصليها بالليل الله ركعات بسيطة كنا نصليها بالليل القليل الدائم اللي فيه إخلاص أعظم عند الله وأحب إلى الله سبحانه من الكثير المنقطع أكيد يمكن هذا رح ينيله في الجزء الثاني لاستمرار البعض الآن استمر في صلة الرحم في العلاقات نعم هل انقطاعه بعد رمضان يدل على أنها علامة عدم قبول هذه الصلاة من الأرحام في رمضان والزيارات والتهادي والتحاب هذا لا يدل على عدم القبول بل هذه ظاهرة صحية ولكن لا ينقطع على الدوام إلى أن يأتي رمضان القادم فيزور لا هذا خطأ هذا يدل على أن في شيء يصل رحمة ولو بالهاتف ولو بالاتصال ولو بالمناسبات الأفراح ولو بمناسبات مثلا العزاء كذا يصل رحمة ما ينقطع ما ينقطع ما ينقطع على الناس حتى يصل الناس لكن في رمضان يكون أكثر لأنه تفرق لهذه الأمور سبحان الله شهر مبارك سبحان الله يتذرع كثير من الشباب أنه قد انقطع عن تلك الرفقة السيئة فانقطع عن المعاصي ما أن أتى العيد ثم انقضى بدأ مع الدخول في هذه الرفقة والتوغل في الذنوب والمعاصي والفتن القديمة مع أن ترى في ليلة 27 يا رب تراني تايب يبكي ربما يبكي ومصعب وانت عارف المساجد وشفت الأمة يعني وزاهم والله خير دورهم ما هو التناقض الموجود ولا حالة طبيعية هذا ما هو هذا متناقض يعني يسمى عند أهل العلم ضعف النفس ضعف النفس ورجوعها إلى الشهوات وإلى تغلبه نفسه النفس أماره بالسوء وما هو بره نفسي إن النفس لا أمارة بالسوء إلا ما رحمه ربي لكن هذا الإنسان على خير يعني الذي بعض الناس يقول عباد رمضان رمضانيون لا ربانيون رمضانيون لا ربان لا الله جل وعلا في رمضان جعل فيه خصائص غير عن باقي الشهور صحيح ميزة فلا تتكلم على الناس بأسلوب وطريقة تنفرهم أنت الطريقة هذه أصلا تزهدهم هو أصلا زاهد هو طول السنة فأنت تأتي في رمضان رمضانيون لا ربانيون يعرف الله أكيد يعرف الله في رمضان يمكن يزهد بعدين لأن في رمضان في رمضان يعني تصفد الشياطين ما في شياطين أي والله صح وتسكر أبواب النار نعم وتفتح أبواب الجنة وتفتح أبواب السماء للدعاء ففي المجتمع كله في صيام وفي طاع وفي عبادة افتح للباب افتح الباب هذا لا تزهد لا ترمضانيون لا تأيسى لا تأيسى بالعكس افتح وهذا أمر طيب بالعكس الذي يصوم في رمضان ويتعبد ويصلي ويبكي ثم في باقي الشهور يعني عنده قصور عنده قصور وكلنا قصور وكلنا ذو خطأ أي والله كلنا ذاك الرجل لا في أحد كامل كتب على ابن آدم حظه من الزنة فهو مدركوا لا محالة العين تزنيه زناها النظر واللسان يزنيه لزناها الكلام واللسان يزنيه لزناها البطس ويصدق ذلك ويكذبه الفرج سبحان الله فكل إنسان يعلم بحاله لكن ما يستمر يرجع إلى الله حتى لو في رمضان ثبت بالسنة ماذا رمضان إلا رمضان كفار لماذا لماذا الفضل هذا كفار لماذا لماذا والذنوب والمعاصي اللي تفعل الله فظاهرة أن يرجع في رمضان لله ويتوب ويستغفر هذا ظاهر صحيح وفي كفار والصلاة والصلاة كفارة والجمعة الجمعة كفارة الله أكبر لعلنا نضيء إضاءة لشروط التوبة من اتخذ قرارا أنه بعد المضان سوف أقلع عن هذه الذنوب والمعاصي هل هناك من شروط لهذه التوبة المباركة التوبة النصوح التوبة التي يقبلها الله جل وعلا هي أن دم على الذنب الإقلاع عن الذنب الرجوع إلى الله العزم على عدم العودة هذه فائدة للمذنبين أنا أقول فائدة للمذنبين الندم على الذنب توبة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الندم توبة الله متحسف لو فعل المنكر بعد ما فعله تكدر خاطرة وحس بهم وحس كأن جبل يسقط عليه الله هذه هذه الشعور هذا كافي هذه توبة الله أكبر الحديث الصحيح الندم توبة الندم توبة هذه واحدة الثانية والعزم على عدم العود مو على عدم مو على أن ما يعود لا وربما يعود لكن يعزم يعزم أن ما يعود وإن عاد يتوب ما يوقف عن التوبة العزم على عدم وإن عاد يتوب إن عاد يتوب إن عاد يتوب العزم على عدم التوبة عدم العودة فالندم توبة والعزم على عدم العودة يعني أفهم من كلامك أن التوبة هي وظيفة العمر معناته يعني استمر معاك إلى آخر عمر حتى الصالحين لازم يتوبون حتى النبي صلى الله عليه وسلم النبي بعد الصلاة ماذا يقول يستغفر السلام عليكم رحمة الله السلام عليكم أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله هو صلى مصلي لله ساجد وراك عقص ونحن نقول أستغفر الله من ماذا يصطلعوا الاستغفار معاه ويقول أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فأني أتوب إلى ربي في المجلس الواحد سبعين مرة سبعين مرة فالتوب والاستغفار استمره في مذهب الحنابلة اختلف العلماء في استغفر الله من غير عد مو من غير عد من غير حضور قلب وقلب ويعني استشعار يا رب أنا عبداليل وأنت عظيم وكذا والنذن بهذا على لسان الاستغفار استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله هو طال المحرمات استغفر الله قال الحنابلة هذا ينفع ينفع ويؤجر عليه ويؤجر عليه فإن الله جل وعلا ما حرك شفتيه ولسانه بالاستغفار إلا ليغفر له سبحان الله الحسن البصري ماذا يقول يقول أكثر من الاستغفار فإن العبد لا يدري متى يستجاب له الله حتى وإنت في ذنب ومأصية استغفر الله استغفر الله استغفر الله بالسانة يجري استغفر الله سبحان الله إضاءة جميلة نخرج في هذا الفاصل ونعود لك بعد ذلك شيخ فهد متابعين الكرام فاصل ونعود نواصل حديث حول ماذا بعد رمضان فكونوا معنا سأمضي طريقي ولن أنثني ولو هبتي الريح لن أنحني سأمضي طريقي ولن أنثني حياكم الله مرة أخرى متابعين الكرام ومرة أخرى نسأل الله لنا ولكم القبول والتيسير بعد انقضاء هذا الشهر المبارك والترحيب أكيد موصول لضيفنا فضيلة الشيخ فهد علي الشطي الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف والشعور الإسلامية حياك الله مرة أخرى المصعب الله أحييكم جيوا الله في جهودكم ورحي أملكم أن تكون في وجه مباركا ونافع في البلاد والعباد في داخل الكويت وخارج اللهم آمين اتقبل منه ومنك يا رب العالمين كثير من الناس بعد انقضاء هذا الشهر العظيم المبارك يتساءل ما هو أقل القليل من العبادات التي ألتزم بها في اليوم والليلة بحيث أني يوم بعد يوم أشعر أنني أقترب من الله عز وجل فقد عاش في شعور العظيم في الثلاثين يوم الماضية يتقرب إلى الله كل يوم في عباداته وتشوفهم يمكن مصعب أنت إمامه شايفهم تبارك الله بعد العصر يمتل المسجد بشكل رهيب سبحان الله فالبعض الآن يود أن يبني لنفسه برنامجا على هدي من سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ينطلق فيه يتقرب فيه إلى مولاه شتوى الصينة أهم ثلاثة أو أربع عبادات الله سبحانه وتعالى قال وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ فَعْبَادَةُ اللَّهِ جَلَّ وَعْلَى من الحياة إلى الممات والبرنامج الذي جعله في رمضان هذا برنامج مكثف لتهديب النفس وتصفيتها وتزكيتها وتنقيتها وتعويدها وتدريبها على الطاعات فذكر أهل العلم رحمه الله تعالى بأن مثل الإمام الشاطبي وابن السني قالوا من حافظ على أذكار الصباح والمساء كان من من قال الله جل وعلا فيهم والذاكرين الله كثيرا والذاكرات عجيب بس عن المقامين أذكار الصباح والمساء أذكار الصباح والمساء نعم من حافظ على 12 ركعة في رواية ابن عمر وفي رواية ثانية 10 ركعات في اليوم والليلة بَنَ الله له مسجد في الجنة عجيب نعم من قرأ بَنَ الله له بيت في الجنة كل يوم بيت في الجنة في حديث الإسراء عندما أسره بالنبي صلى الله وسلم رأى إبراهيم عليه السلام في السماء السابعة فقال يا محمد أقرأ أمتك مني السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أبانا إبراهيم قال وأخبر أمتك بأن الجنة قيعان وأنها غراس وغراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله فقال أهل الإم رحمه الله من الحديث هذا أن أهل الجنة لهم مزارع في الجنة والملائكة تغرس هناك كلما قال سبحان الله يغرس له سبحان الله والحمد لله يغرس يغرس له هذا ذكر سهل وعظيم جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام كثرت علي التطوع والعبادات فدلني على أمر أتشبث به أتمسك به قال لا يزاله لسانك رطبا بذكر الله أعظم عبادة يقوم بها الإنسان بعد رمضان ذكر الله سبحانه وتعالى أما أن تكلم عن الفرائض النوافل لازم يأتي بها جاء أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما فرض الله قال خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرها قال لا إلا أنت تطوع تصلي تطوع فهذه خمس صلوات في اليوم والليلة صيام شهر رمضان الزكاة عندك أموال حال عليها الحول تزكيها صدقات تتصدق تطوع لله سبحانه وتعالى إطعام الجائع كالتاكسي العاري تفك العاني تساعد المحتاج هذه كلها تطوع تقوم بها تقرأ القرآن ولا تنقطع عنه ولو وجه واحد من القرآن باليوم الصفحة وجهين القرآن الصفحة وجهين تقرأ وجه واحد وجه واحد بس كافية كافية وجه واحد وجه واحد كافية النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول يقول لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف والحسنة بعشرة أمثالية الحرف كانت تقرأ عشر أحرف نعمة وجه واحد عظيم الله نعمة عظيم اللي يقرأ وجه واحد هذا حاضر حاضر مع القرآن وعايش مع القرآن لم يهجر وكلما زاد زاد الخير زاد الخير يختم القرآن بشهرين بشهر بثلاثة بركة على خير غير اللي يسمع في الصلاة غير اللي يقرأ في النوافل ويحافظ على موضعين في الصلاة الوتر وركعتين الفجر سنة الفجر النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك لا في سفر ولا حضر سبحان الله أيضا من الأمور التي دائما تطرق الإنسان بعد نهاية رمضان التفكر في الحج ووحدهم يعزم على تأجيل التوبة شيخ بو مصعب يقول أنا ودي أتوب بس الحين بأجلها فأروح الحج إن شاء الله بعدين أتوب هذا من مساوس الشياطين التسويف في التوبة نقول لأتوب واستغفر وروح الحج واذهب إلى الحج وتوب استغفر ولو تقع في الذن توب استغفر إلى أن يأتي الحج أنك ما تدري هل يأتي الحج ولا لا النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعجلوا بالحج فأنه لا يدري ما يعرض له قد يفتقر قد تظل الراحلة قد يمرض المريض لأن هذا معرض لها الإنسان صحيح فأنت توب ولو أذنب توب ولو أذنب توب إلى أن يأتي الحج فتحج فتتوب التوبة الكبرى ويقبل الله الحج ويرجع من ذنوبه كيوم ولدته هذا الأمر عظيم وهذه من علامات القبول أيضا من علامات القبول ومن علامات أن الله يحب هذا العبد الذي يذنب ويتوب يذنب ويتوب أن يأتي الحج فيتوب التوبة الكبرى لله كثير من الناس الآن بعد المرور بهذه الدورة التدريبية سمعوا عن خطورة الربا وتر الصغائر بالمناسبة قال أمر الخطاب رضي الله عنه قال من يحفظ حديث الفتنة قال حديث فان أحفظه قال فتنة الرجل في ماله وأهله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة يعني أن الإنسان إذا حج ورجع ما عنده ذنوب لا ممكن يتصادم مع جارة مع أموال لسانة كذا تكفرها الصلاة والصيام والصدقة ولكن الفتنة الأخرى سأل عنها اللي فيها كسر الباب وفتنة الأمة نعم سبحان الله لاحظت في خلال هذا الشهر المبارك أن كثير من الأمة تكلم عن خطورة الربا نعم وحرمته عند الله عز وجل وهم الموبقات واتخذ الرجل قرارا و الآن يتنازع في إخراج أمواله من تلك الأماكن الربوية نعم إلى أخرى على الأقل ينعدم فيها الربا ولكن الصراع موجود في الأرباح و الأموال و الخسائر و ما إلى ذلك مجاهدة النفس لا بد والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا لا بد يخسر لا بد يخسر لا بد يتحمل يريد جنة عرضها السماوات و الأرض و اللي يأتي يوم القيامة حارب الله و رسوله أعوذي قال ابن عباس رضي الله عنه في قول الله جل و علا فإن لم تفعلوا فإذنوا بحرب من الله و رسوله يقال له يوم القيامة قم خذ سلاحك و قاتل ابن عباس و ابن عمر و مجاهد و جبأي يقول قم خذ سلاحك و قاتل شيء كبير يقاتل منه يقاتل من يقاتل الله حرب من الله و رسوله فلا بد يتحمل خطر الموضوع لا جدا خطر جدا ربا خطر جدا و إن كانت في خسارة يقدم عليها لا بد يخسر لا بد يخسر سبحان الله لا بد يخسر ما هي العبادات التي توصي بها مشاهدنا الكرام بالحرص عليها و الاستمرار و المجاهدة و المثابرة بعدم التخلي عنها لكي يستمر على تلك اللذة التي حصل عليها في هذا الشهر العظيم المبارك من رمضان الله سبحانه و تعالى العبد الذي عبد الله في رمضان و أخلص و بكى و دعا و قرأ و سجد و صام و تصدق الله جل و علا سوف يفتح له أبواب الخير الله كريم الله عظيم الله حليم الله إذا أقبل عليه العبد من تقرب إلي شبرا تقربته إليه بعد من أتاني يمشي أتيته هرولة من استغفرني استغفرت له من سألني أعطيته فالله أعظم و أكبر يعني من أنك تقدم و الله يسد الباب لا يفتح لك الأبواب فهذا الإنسان سوف يحافظ على السنن الرواتب و يحافظ على الوتر ويحافظ على ركعتين الفجر ويحافظ على قيام الليل اللي استمر الشهر كامل قيام تراويح وقيام راح يستمر ويحافظ عليه ويحافظ على ذكر الله سبحانه وتعالى ويحافظ على توبته بقدر ما يستطيع يحافظ على توبته راح الله جل وعلا يعينه يعصمه يا رب يعصمه ويأخذ بنواصيه ويفتح له بواب الخير لو العلماء يقولون لو لا يترك من أتى بجله لا يترك كله لو ما حصل الجل الذي يريده شيء بسيط ولو شيء بسيط هذا علامة من علامات الخير وعلامة من علامات القبول عند الله جل وعلا وعلامة على الصلاة هذا العبد يعني تغير في شهر رمضان تغير بعد رمضان ما زال عند الخير استمر ولو قليل سبحان الله نعم حقيقة أمتنا إذا هم الله خير في هذا الشهر العظيم المبارك لهم جهود مشكورة رسالة توجه لهم شكر وتقدير ومحبة والله الأم في هذا الشهر قد تعبوا ونصبوا وقاموا بما وفي بعض المناطق جزاهم الله خير يكرمون الأئمة والمؤذنين بعد شهر رمضان أكثر من منطقة يكرمون استاهلون الأئمة والمؤذنين على جهدهم على جهدهم شيء رمزي أيو الله يكفي المشاعر هذا يكفي مشاعر ناص سبحان الله وأكثر الأئمة يعني بعد خطبة الجمعة خطبة العيد بعد ما يخطب العيد وينزل تجد جمهور المسجد قد احتفى بالإمام صحيح يسلمون عليه ويبوسون ويهنون بالعيد وقبول العمل وجزاك الله خير قام بعمل الإمام الحريص اللي كان يأدي هذا العمل بأمانه وصدق وتعب ونصب في مسجده الله سبحانه خير رسالة نختم فيها توجهنا لمشاهديننا في برنامج مجالس من نور وهم مشاهدوننا الآن في هذه الأيام الجميلة المباركة شو تقول لهم أقول تحبوا في الله وتبادلوا في الله وتزاوروا في الله وطيعوا الله سبحانه وتعالى وأحسنوا الظن بالله سبحانه وتعالى فمن أحسن أنظلنا بالله أعطاه ومن توكل على الله كفاه يؤتى بأقوام يوم القيامة فينصب لهم أبراج من نور ويوضعون على هذه الأبراج منابر منابر من نور منبر من نور الله أكبر رأيت منبر من نور ولا عمرنا ولا في الدين ولا راح يكون منبر من نور فيجلس عليه فيقبطهم الأنبياء والشهداء يقولون من هؤلاء أنبياء رسل يقولون لا قال هؤلاء المتحبين فيه والمتزاورين فيه والمتبادلين فيه سلام نسأل الله عز وجل لنجعلنا وإياك منهم أمين يا رب العالمين ونجمعنا في دار كرامتي ورحمتي أمين كل الشكر و التقدير و وجودك معنا حضرت الشيخ بهد و بارك الله فيكم إمام الخطيب في وزارة الأوقاف و الشهور الإسلامية و المأذون الشرعي على هذه الإطلالة و الكلمات الجميلة ما قصر حفظكم الله و بارك الله فيكم و مشكورين على هذا الجهد و هذا التعب اللي تغمون به الله يتقبل من نوم منك أمين يا رب العالمين و كل عام أنتم بخير خلنتوا بصحة و سلامة و الشكر موصول لكم متابعين الكرام مشاهدي برنامجنا مجالس من نور نشوفكم في حلقات قادمة و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و ينبوض صوت الهدى في ده